يدرك الحوثيون جيدا الخطوة التي قاموا بها وهي بداية سيطرة الفكرية والعقائدية لضمان جيل خاضع لأفكارها الشيطانية وشعارتها العنصرية لا يدركوا معاني الحرية ولا معاني الوطنية يتجلى ذلك في مساعيها الحثثة والمتواصلة لتغيير المنهج الدراسية تغيير أشبه بإبر مخدرة تستهدف الشباب والنش بهدف رسم صورة ذهنية لدى الطالب والمجتمع تدين بالولاء للجماعة قبل ذلك بدأ الحوثيون بقطع الرواتب وربط من يطالب بها بالارتزاق لصالح التحالف ويعتبرونه خائنا للوطن واستخدموا أساليب التغيير المرحلي تدريجيا بهدف تكبيم أفواء معارضة لهذه الممارسات لتتاح لهم فرصة تدجين جيل يدين لهم بالولاء ويؤمنوا بمعتقداتهم الزائفة في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن جراء الحرب التي أشعلتها الجماعة المدعومة من إيران على اليمن واليمنيين وفي المقابل شهدت مواقع التواصل الاجتماعي سخطا شعبيا كبيرا وعاصفة من الاستياء والردود في أوساط اليمنيين على خلفية إقرار ميليشي الحوثي كتبا جديدة للمناهج الدراسية بمضامين مسخ وتعبئة طائفية سلالية وعنصرية مقيتة وأثارت التعديلات الطائفية والسياسية التي أجرتها جماعة الحوثي وفق الأجنتها على منهج التعليم الدراسي غضب ومخاوف اليمنيين وخلقت حالة من الخوف الشديد لدى معظم المواطنين حول مستقبل أبنائهم ملوحين بإخراج أبنائهم من المدارس ولجوا إلى التعليم عن بعض وعبر وسائل الأنترنت حالة الرفض الشعبي تزايدت خلال اليومين الأخيرين بعد تعميم أصدرته جماعة الحوثي إلى المدارس الحكومية والأهلية في مناطق سيطرتها تطالبهم بإجراء امتحانات مركزية على طلاب المدارس للتأكد من تدريس مناهج التعليم التي أجريت الجماعة تعديلات عليها وفقا لأجندتها السياسية والطائفية اشتركوا في القناة